وعايز أقول لكم أن جامعة نبراسكا الأمريكية عملت دراسة عن الحكاية دي وقالت لك أنه لوحظ أن الأطفال اللي على علاقة جيدة بالمدرسين هم الأطفال وأداءهم الدراسي أداء كويس جدا أهالي الأطفال ولا الأطفال نفسهم؟ الأطفال نفسهم أداءهم الدراسي هايل جدا وعندهم علاقة كويسة بالمدرسة لحياء أنه لقوا أنه علاقة أولياء الأمور بالمدرسة علاقة طيبة وده محكس بالضرورة عليهم بقى عندهم شبكة علاقات كويسة بعدهم شبكة علاقات صحية وسليمة مع المدرسين ومع مدير المدرسة لأنه الأولياء الأمور بنوا علاقة كويسة مع المدرسين فبالتالي ده نعكس على مستوهم الدراسي وده نلاحظه كمان في الأفلام الأمريكاني يعني اللي بيشوف سينما عالمية دايماً هتلاقوا برضه فيه النموذج ده اللي هو الولد المتنمر اللي عنده مشاكل فبالتالي أمه كمان هو سلوك وشبه سلوكها فتيجي المدرسة لو هو تخلق مع واحد تعمل شغلانة وتعمل حكاية وقد يشتبك هتلاقوا إنه سلوك الولد شبه سلوك الأم ودايماً عملاله مشاكل في المدرسة اللي هو من النموذج ده ودايماً هتلاقوا لوزر ومش نجح قوي ومش شطر قوي ومش مركز قوي هو مجغول بس في المشاكل ومجغول في مشاكله مع صحابه والأمه بتيجي دايماً عشان تقافله واتشت ما تخليش حاجة تفوتك